لم يمر وقت طويل من هدوء عصفة نقابة الأئمة على وزير الشؤون الدينية محمد عيسى برضوخ الأخير للمطالب التي رفعها الأئمة وتحويل كل الأعوان في القطاع الديني إلى ولايات إقامتهم يعود طلبة القرآن الكريم في الزوايا لرفع مطالب جديدة للوصايا مصحوبة بمنشدة لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة أبرزها صب منح مالية لطلاب الزاوية نطلب من السلطات المحلية العليا معناها من السلطات العليا في البلاد من أن يوفر لهؤلاء الطالبة معناها راتبا مثل ما هو للجامعات معناها الجامعات والمؤسسة التربوية معناها يقرأ التلميذ أو الطالب ويأخذ راتبا معين منحا لا تسمى براتب وإنما تسمى بنحا سنناشد السلطات على رأسهم سيد الوالي وليت مستغانم بأن يخصص لهم مبلغ مالي أو شهادات أو ما إلى ذلك لأجل تدعيمهم المنح المالية ليست مطلبا وحيدا لطلبة زاوية الشيخ سنوسي فحفظة كتاب الله يطالبون بمنحهم شهادات معطرف بها كون ختم كتاب الله يعادل الحصول على شهادة جامعية حسب قولهم طالب المسافر لا بد له من شهادة بعد ما يتخرج من الكتاب القرآنية أو المدارس القرآنية أو الزوايا أو المسجد لا بد له بأن الدولة تدمر له شهادة وهذه الشهادة تتمثلوا في حفظ القرآن العظيم معنا يعفظ القرآن بالقرآن يعادل الباك أو يعادل شهادة الليسانس قطع شؤون الدينية يشهد حراكا غير مسبوق فبعد الانتهاء من ملف إقامة أعوان القطاع الديني وتحويل الأنظار للحوار المنتظر بين وزارة الشؤون الدينية والتنسقية الوطنية للأئمة وموظفي القطاع تبزغ مطالب جديدة هذه المرة من طرف الزوايا فكيف سيتصرف المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية